اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم دين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لازلنا نحن معكم في هذا البرنامج المبارك الذي يتحدث عن السيرة النبوية العطيرة وقضايا الأمة واليوم نتحدث عن التحالفات أو مبدأ التحالفات في الإسلام الذي طبقه الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن القرآن الكريم يريد أن يجمع الناس جميعا بكل فئاتهم ومكوناتهم ويجمعهم في ظلال أخوة إنسانية التي ينتسبون جميعا إلى سيدنا آدم وحواء وهذا أيضا ما أشار إليه القرآن الكريم حتى جعل ذلك من باب القرابة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قال ابن عباس رضي الله عنه إنها قرابة الإنسانية التي ننتسب إليها جميعا أرحام الإنسانية هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام يريد أن يجمع الناس في دائرة عامة وبالتالي يستطيع المسلمون أن يدخلوا في هذه الشراكات الإنسانية بكل ما تعني هذه الكلمة الدائرة الثانية هي دائرة القرابة والقوميات وما أشبه ذلك نظمها الإسلام ولم يمنعها ولكن نظمها وأوصلها إلى نفس النتيجة وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ليتعرف بعضنا على البعض ومن التعارف كما قال بعض العلماء ذكرت أداه وتركت بقية الأدوات ومن التعارف إلى التفاهم ومن التفاهم إلى التشارك ومن التشارك إلى الوحدة في الأمور العامة الأمر الأخير هو دائرة الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة ولو نظرنا إلى السيرة النبوية المشرفة لو وجدنا أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحقق هذه الدوائر الثلاث وفقا لما يريده القرآن الكريم بل إن القرآن الكريم أراد أن يزيل بعض العقبات حول هذه الدائرة وبخاصة الدائرة الثالثة وهو إذا وجد ملحدون معاندون فما الذي يجمعنا يعني إحنا عندنا ربما دائرة المسلمين ثم دائرة أهل الكتاب طيب دائرة الملحدين الكفرة ما الذي يجمعنا بهذه الدائرة فوجدنا ذلك في قوله سبحانه وتعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا أسألك قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون لذلك هذه الآية الكريمة في قمة أدب الحوار حيث بيّن الله سبحانه وتعالى من باب الاحتمالية ولجمع الناس ولجر أرجلي هؤلاء الملحدين للحوار حتى قال قلت لا تسألون عما أجرمنا حتى لو كنا مجرمين فرضا إحنا مستعدين أنتوا لستم مسؤولين عننا ولكن حينما قال ولا نسأل عما تعملون أسند العمل إليهم وهذا قمة الحوار والشراكة الإنسانية والسعي ومقصد الشريعة وأهمية الشريعة في الاهتمام بالمشاركة أو تشارك الإنساني في هذه المجالات حتى يعيش الإنسان كلهم على هذه الأرض وأكد القرآن الكريم ذلك في آيات كثيرة حيث قال في سورة الرحمن بعدما يذكر الموازين بالأخير ماذا يقول هو الأرض وضعها للأنام في تفسيرين للمخلوقات جميعا وهو الراجح من التفاسير هناك التفسير أي للإنسان من بني آدم لكن لجميع المخلوقات نحن جميعا بني آدم شركاء في هذه الأرض بل نحن جميعا من يعيش على هذه الأرض شركاء هذه المبادئ العظيمة حقيقة سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك حاول بشتى الوسائل أن يقنع قريش ويقيم عليهم الحجة لأن يدخلوا في الإسلام عن طريق الدعوة وأيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بأنه شارك في تحالف حتى في عصر الجاهل وهو حلف الفضول ولما توفع أبو طالب وذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عاد قبل أن يعود تكلم مع المطعم بن عدي وقال هل تقبل أنني أدخل في جوارك أي في حمايتك فقال نعم وعندئذ جعل هنا تحالفا داخليا أثر في تجمع وحدة قريش ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع مع في بيعة العقبة الأولى أو في بيع العقبة الثانية كل ذلك حقيقة في البداية للتحالفات ولكنه مع ذلك الله سبحانه وتعالى وفقه لأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحمى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلح حديبية أكبر دليل على أهمية التحالفات بالنسبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد قبل ببعض الأمور حتى سماه سيدنا عمر أن أقبل الدنية في ديننا لكنه سماه الله سبحانه وتعالى فتحا لماذا فتح؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء إلى الصلح حديبيا لأداء عمر وأعلن ذلك صاحبه 1400 إلى 1500 صحابي ولكن حينما تحقق هذا الصلح وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحالف مع القبائل بحرية تامة انتشر الإسلام وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد سنتين فقط ومعه حوالي 8000 إلى 10000 جندي رغم أنه مقاتل رغم أنه لم يعلن عنها فلذلك التحالفات في الإسلام مطلوب ولكن بلا شك التحالفات لا تكون على أساس المبادئ التحالفات تكون لخدمة المشروع الإسلامي التحالفات أقل تكون لخدمة الإنسانية ولا يمكن أن يكون هناك التحالف أو الحلف مخالفا لمبدأ شرعي بالإضافة إلى شيء واحد وهو أن مبدأ التحالفات بالمناسبة يتحكم فيه الميزان السياسة الشرعية وهو عام وميزان السياسة الشرعية الأصل فيها الإباحة إلا ما دل دليل على حرمة ذلك العمل نكتفي بهذا القدر ونطلب من أصحاب الفضيلة أن يعلقوا بما يشاءون حول هذه المسألة المهمة ونبدأ بفضيلة أخي الشيخ نور الدين فليتفضل مشكوراً بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لكم فضيلة الشيخ على هذا التقديم القيم الحوارات هي طريق التحالفات وفضلتم بالقول أن الحوارات هي المناقشة الحقيقية الموضوعية الصدقية وليست الحوارات الشكلية الصورية العبثية وعالمنا المعاصر عرفة من الحوارات الشكلية ما الله به عليم هذه الحوارات التي لم تؤدي إلى أي شيء فهي أقرب إلى الجدل الذي يورث الملل والكلل ولا يورث العمل ولا الأمل بفقاً لما جاء في القرآن الكريم أن الجدل في غالب أحيانا يقيد بالأحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وجادلهم بالتي أحسن فيفهم من هذا بوجه من الأوجه أن الجدل إذا لم يقيد بالأحسن فهو لا ينتج شيئاً ولا يحقق معناً وهذه الحوارات المعاصرة مثل محاورات السلام ومفاوضات السلام التي عندها حوالي 30 سنة هل أنتجت شيئاً في قضية الفلسطين أو في الحق الفلسطيني لم تد شيئاً بل زادت الأوضاع سوءاً فيما يعرف بالتطبيع مع الكيام الصهيوني وزيادة الحصار وتوسع الاستطان وتعاظم الأزمة الاقتصادية والعمرانية والعقارية في غزة وفي الضفة وفي كل فلسطين فضلاً عن التداعيات التطبيع في محيط فلسطين في بعض الأقطار العربية والإسلامية وكذلك ما يقال من الحوارات الوطنية التي هي أقرب إلى الجدل الوطني وإلى المناقشات الشكلية لإضفاء المشروعية على حوار ما لمخرجات محددة سلفة والحوارات الوطنية مثلاً هي شاكة من أشكال الحوارات المطلوبة في الانتظام السياسي والحوارات الحزبية السياسية والحوارات العائلية والحوارات الاختصاصية نحن الآن في هيئة حوار حقيقة نحن الآن نتحاور ونتداول الرأي في هذه السيرة العطرة في علاقته بالقضايا الأمة من أوجه متعددة وزوايا كثيرة ولذلك أقول بأن الحوار هذا أصيل في السنة وفي السيرة والتحالفات والتحالفات وهو جوهر الموضوع وانت فضيلتك يتحدث على الحوارات باعتبارها مؤدل التحالفات التحالفات هي الاتفاقيات والتعاهلات دات على أساس مشترك لمصلحة مشتركة على أساس حوار حقيقي وهي من السياسة الشرعية محكومة بالقاعدة الموازنات بين المصالح والمفاسد وهذه التحالفات كذلك مقيلة في الحوار يقالوا فيها من جهة أن تكون التحالفات الحقيقية فيها الإرادة المتبادلة إرادة التعاقل المتبادل فيها الرضائية فيها المصلحية فيها خدمة جميع البلد والأمة في منجزاتها وفي مصالحها وهذه التحالفات كما قلنا لابد أن تتأسس لا على جدل عقيم أو شكلية معينة من أجل أن إضفاء الشرعية على سياسة معينة على العموم موضوع التحالفات موضوع جدير بالاعتبار السني واعتبار السيرة وأيضا أعتبار قواعد السياسة الشرعية والله والتوفيق بارك الله فيك فضيلة الشيخ نور الدين فضيلة الشيخ علي تفضلت بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله طبعا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بين الأوس والخزرش كان بينهم مشاكل كبيرة بينهم عدوات وبينهم فرسول صلى الله عليه وسلم قاضب بينهم ولما قبل مجموعة من الأوس والخزرش الدخول في الإسلام وصار ألفى ميناتهم بين المسلمين لكن كان في مجموعة لا بس بها منافقين وبعضهم كفار من الأوس ومن الخزرش لما جاءوا الأنصار فأصبحت هذه الكتلة كتلة المهاجرين وكتلة الأنصار اللي منها الأوس والخزرش دمجها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الوقت في العقيدة وتمارزة الصفوف وأصبح بعض الأشخاص غير حربيين ما همش عبد الله بن أبي المنافق أو عامر بن راهب اللي تنصر وأراد وسمح لهم بالعيش بطريقة أخرى من خلال ضمن هذا التحالف الذي قاد الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل النبي صلى الله عليه وسلم على القبائل التي حول المدينة التي لها علاقة تجارية واقتصادية بالمدينة فأهل المدينة يذهبون إليها وهم أيضا يتاجعون بها فعمل معها موادعات واتفاقات واتفق معهم على عدم مساندة أهل القراشيين في الهجوم على المدينة وحيد ما أمكنه في تلك الفترة ولما جاء صلح الحديبية استفاد من رسول صلى الله عليه وسلم استفادة كبيرة في التحالفات أخرى ولهذا كثير من القبائل دخل معها عليه الصلاة والسلام في تعاون اقتصادي وفي تحالف في عدم الاحتداء ما يسمى بعدم الاحتداء وكانت خزاعة لازالت على الكفر وإن كان فيها كثير من المسلمين لكن كقبيلة ككتلة ودخلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وهي كان احتداء قريش على حليف الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي قبيلة خزاعة كانت السبب الرئيسي في دخول فتح مكة ولما رجع عليه الصلاة والسلام فاستفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من التحالفات العديدة التي عملها مع القبائل وأيضا حتى في دخول عليه الصلاة والسلام في خيبة في غزوط خيبة يعني دخل في معاهدات وموادعات والتحالفات وهذا فقط في إدارة الصراع أداره الرسول صلى الله عليه وسلم بكفاءة متقدمة جدا عليه الصلاة والسلام في الفترة المدنية واتضحت نتائج هذه التحالفات والمعاهدات والموادعات مع فتح مكة بارك الله فيك شهر فضيل الشيخ فضل بارك الله فيكم الشيخ النصوص الشرعية في القرآن والسنة تلقسم من حيث الدلالة الكلية إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الأدلة الكلية العامة التي تدخل في كل أبواب الشريعة الأدلة الثانية الأدلة الحاكمة الكلية الوسطى التي تنظم بابا معينا وتضبطه كباب المال باب الجهاد الأدلة الثالثة الأدلة الجزئية وهذا يتنطبق على أدلة الكتاب والسنة الملاحظ أن العلاقات والتحالفات قائمة على الأدلة الكلية العامة لأن تشكيلها والاجتهادات في كيفيتها وفي آليتها قاضع للمصلحة والسياسة الشرعية فعم آية ذكرها الشيخ علي ومن الكليات العامة قوله سبحانه وتعالى لتعارفوا فهذه الآية من أشمل ومن الكليات العامة والآية الثانية هذه تسمى الآية التعارف وهناك آية التعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان هذه كلية عامة تدخل في كل أبواب الشريعة وكذلك تشمل المسلم والكافر وتشمل الأمم والجماعات وتشمل الدول الآية التي بعدها آية قوله سبحانه تعارفية تعاونية عادلة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وإنهاء عن الفحشاء والمنكر والبغل ثم كذلك سلمية وإن جنحوا للسلم فجنح لهذا تنظم جزئية معينة وتنظم حالة معينة الخامسة وهي الاستثناء والاستثناء هو باب الحرب إذن كل هذا هو الأصل الاستثناء حر الحرب هو استثناء وليس أصل ليس الأصل الحرب بل الأصل هي هذه الأربعة التي ذكرناها كذلك ملحظ آخر هو أننا حينما يدعونا التحالفة بيننا وبين الآخر هذا هو أصل ديننا ومن محاسن شريعتنا لكن تعالوا أولا لنتحالف فيما بيننا كما حالف النبي عليه الصلاة والسلام بين الأوسوى الخزر اليوم الأمة تعاني من التفرق والتفتيت على مستوى الدولة على مستوى الإقليم على مستوى الحزب على مستوى الجماعات الإسلامية بينما اتحد الاتحاد الأوروبي في كيفية اتحادية معينة في اقتصادها في سياستها في جيشها وتقام أحلاف كالنات وغيرها اليوم نزداد تفرقا وتفتتا وشتاتا خاصة في هذا العالم الفضائي المفتوح وتزداد الجماعات الإسلامية هذه جماعة سنية هذه شيعية هذه صوفية هذه ما يسمونها سياسية هذه وهابية كيف نعمل كيف نصنع التحالفات كيف نوظف هذه الأصول الكلية في القرآن والسنة إلى إعادة بنا هتدرون أننا نسينا حاجة اسمها الوحدة العربية أين كان الصياح منذ سبعينات ومنذ كالوحدة العربية والأناشيد ونسيناها لأن دخلنا في دائرة من الخلاف والشقاق البيني الداخلي الدولة الواحدة الآن يحاولون تفتتها والأحزاب مفتتة منقسمها إلى يساريين وإلى يمينيين وإلى متشددين وإلى متطرفين ومصرحيون وهكذا فالآن التحالفات هي تكون من الداخل أسأل الله سبحانه وتعالى أجمع كلمة لهم أحسنت فضل الشيخ فضل الشيخ محمد حجب بالنسبة بالنسبة للصيرة في موضوع التحالفات لا بد من فهمها وفهم واقعنا المختلف عنها تماما ففي العهد النبوي كان بين المسلمين فقط الإخاء وليس بينهم الحلف ولذلك قال لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية لم يسسه الإسلام وإلا شدة يا حلف الفضول الذي أشار إليه فضيل الشيخ وشهده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من جدعان لكن كانت الأخوة إذاك هي الرابط الذي يربط المسلمين جميعا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة وقال والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويصعاب ذمتهم أدناهم وعدد من النصوص التي فيها وحدة المسلمين في القرآن كثيرة هذه أمتكم أمتا واحدة وأنا ربكم إلى آخره لكن تحالفات الخارجية التي كانت تبحث في السيرة هذه التحالفات الخارجية حصل منها بعض الأشياء وهذه الأشياء في مقابلها أيضا أبا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأشخاص مثلا لما جاء الرجل مدجز بالسلاح وأراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في خزوة ففرح به المسلمون فقال ارجع فلن أستعين بمشرك فرده ولم يقبل منه ذلك لن أستعين بمشرك هذا فيما يتعلق بالعبادة وأداء فريضة الجهاد لكن مع ذلك التحالفات الموادعة التي أشرتم إليها وأهمها أن بني خزاعة تدخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقده وأن بني بكر بن كنان تدخلوا في عهد قريش وعقدهم في صلح الحديبية لكن ثم أمر واضح هو أنه بسبب صلح الحديبية لما ذهب أبو بصير وأبو جندل إلى هذه المروة في شاطئ البحر وقطعوا الطريقة على قريش قاموا دولة كأنها دولة مصغرة للمسلمين وهذا الذي ينطبق على الواقع الآن أصبح المسلمون دولا فإذا كان مثلا الصين يؤذون المسلمين الإيقور هل يجوز لدولة إسلامية أن تعقد علاقات مع الصين وهم يدون المسلمين هذا هو محل البحث إذا أخذنا بالقاعدة العامة أن ذمة المسلمين واحدة فلا يجوز هذا ولا يجوز التصويت للصين مثلا في ذلك كما حصل في الأمم المتحدة لكن إذا أخذنا بقضية بالمروة وما كان عليه أبو بصير وأبو جندل وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك ومن معهما وقال وإن أمه محش حرب لو وجد رجال وكانت القضية وأيضا ما عشرتم إليهم إلى آيات آية سورة المائدة في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا قلائد ولا آمين لبيت الحرام يبتعون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان أيضا ما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن الله في سورة الممتحنة من قسمة التعامل مع المشركين إلى قسمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فولئك هم ظالمون النبي صلى الله عليه وسلم قال للعامر بن سالم لا نصرت إلا منصركم قال إن تلك السحابة التي تستهل لنصرة بني كعب أحسنتم فضيلة الشيخ بعد هذه الكلمات الطيبة والإضافات الجيدة لا يسعنا إلا أن نشكر أصحاب الفضيلة ولكن نحن نؤكد فعلا على أن التحالفات هي تكون في الدائرة الأولى وهي دائرة الإنسانية وأما المسلمون فواجبهم أن يتحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر